السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله اللي بنا تكونوا بخير اموركم بخير دائما وابدا ان شاء الله رحمة الرحيم اليوم على بركتي الله جديكم ورقة دي البسطلة او لدي البريوات بمقادير جد مضبوطة هاد الورقة هادي كتحضر يعني على البخار او لا في الكسكاس غادي نعطيكم مقادير بالقرام وكذلك بالكوب ما لكم الا تابعوا الفيديو حتى النهاية باش نشوفوا مع بعض جميع التفاصيل باش تنجح لنا هاد الورقة هادي بالنسبة المكونات غادي نحتاجوا دقيق ما يعادل مئة وتسعين جرام دقيق يكون نوعية جيدة مئة وتسعين جرام او كوب ونصف او كأس ونصف يعني نفس الكأس اللي اخذيتوا به القياسات غادي تكملوا به القياس ديال الماء غادي نحتاجوا كذلك مئة وعشرين ميلي ديال الماء ما يعادل نصف كوب او نصف كأس من الماء بالنسبة الماء ما كيكونش بارد وما كيكونش يعني بالحرارة ديال الغرفة كيكون يعني ماء مغلي يعني كيكون في البخار بالنسبة الناس اللي عندهم باش يقيسوا الحرارة كيكون تقريبا سبعين درجة هادي وصفة يابانية يابانية الاصل اه يعني كنت اشجلت الفيديو منش حال هادي ولكن عاد باش يعني تحت الفرصة اننا انني نحطو لكم كان عجل العجينة ديالي كيما قلت لكم كاس ونصف ديال دقيقة مع نصف كاس ديال الماء وقبيصة ديال الملحة ممكن تعملوا الملحة كان جمعوا العجينة ديالنا وكان خليها كترتاح ثلاثين دقيقة بالنسبة للعجينة كتكون ما كتلسقش باليد ولكن كتكون قاسحة نوعية جيدة ديال دقيقة انا كن اكد عليها كان عمل يعني العجينة على شكل حربول بهذا الشكل هادا وكان قطع العجينة ديالي الستاشر قطعة بالضبط ستاشر قطعة ما يعادل تقريبا واحد عشرين جرام في كل قطعة انا هنا ما عبرتهمش ولكن هذه الوصفة الاصلية انا عملت على يعني الوصفة الاصلية وترجمتها اه كان كور هادا الكويرات هادي كما قلت لكم ستاشر قطعة بالضبط باش انكم تحصلوا على اه يعني ورقة هي ناجحة اه كان غطي هادوك الكويرات وكان بداء كنفتح العجينة ديالي بالقليل من دقيق كان رشوية ديال دقيق وكان بداء كنفتح العجينة اه كيكون القطر ديالها او للعرض ديالها تقريبا واحد تلتاشر سنتيم ما كان فتحوهاش بزاف فقط تلتاشر سنتيم وكان وضعوها بالجنب كان مشي بنفس الطريقة احتى كنكمل الكمية اللي عندي ضروري كنرشو بين الطبقات بالدقيق اه هنا فاش غادي نبدو نجمعو الطبقات بنيسبة اللي غادي عملوها اول مرة يعني يفضل انهم يعملو فقط ربعة ديال الطبقات هيك ربعة خمسة اللي ديجا عاملين يعني ختامين بهذا اقصى حاجة يعملوها هي ثمانية ديال الطبقات هنا عملت تقريبا واحدة تمانية ديال الطبقات كان ناخد اول وحدة كندهنها بالقليل من الزيت يعني مشي فقط القليل فعلا كان هنا كليا بالزيت لان الزيت هي اللي كتعمل باش ما تلسقش لنا ثم كان وضع طبقة تانية وكندهن بالزيت كان مشي بنفس الطريقة احتى كنكمل تمانية ديال اه ديال الطبقات بالنسبة اللي بناتي لاخفتو الاخفتو انها تلسق لكم اه ممكن انكم تطرشو شوية ديال الدقيق انا را مرشتش نهائيا الدقيق هاد الكيميا هادي ديال العجينة اللي اعطيتكم راكا تخرج واحد الكيميا لا بأس بها من اه يعني من الورقات اللي بصيرة لانا حتى الجوانب اه فاش كان قطعو على شكل دائرة وكيبقوا هادوك الجوانب حتى هادوك كان عجنوهم وكانخليهم وكانترخفوشي شوية وكان قطعوهم بنفس الشكل تقريبا هادوك نتخرج لكم حتى لثلاثين تنين وثلاثين اه ورقة ديال البسطيلة في حقيقة ماشي ورقة كبيرة بزاف وانما هما وعني ورقات اللي هما صغار يعني متوسطة كان بدا ما كنستعملش المدلك مباشرة كانستعمل اليد كان بدا كنضغط من الواسط للخارج يعني من الواسط للخارج وما كان بقش في جهة واحدة كان قلب الجهة الثانية كانت لقى القطعة ربقات يعني كتبان بحالها صغيرة وكان بدا تاني من من الواسط للخارج لحد ما كيتفتحو تقريبا واحد شي شوية عاد كنستعمل المدلك وكانفتحها تقريبا واحد تنين وعشرين حتى الثلاثة وعشرين سنتيم را يلفتحتوها كتر من ثلاثة وعشرين سنتيم را ما غادش تنجح معاكم نهائيا الورقة ديال البسطيلة او الورقة ديال البريوات اللي انا غادي جيكو مرقيقة بزاف بزاف وما غادش تبغي تفتح معاكم المهم ان انا كان مشي وبعد طريقة حتى كان نحدده كما قلت لكم واحد عشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين سنتيم تقريبا هنا كنستعمل بالغلاقة ديال طنجرة يعني ان لان الغلاقة ديال طنجرة هي اللي غادي تحدد ليانة الحجم المناسب يعني الكسكاس غادي نقطع على شكل دائرة بهات الشكل هذا بالنسبة الكسكاس غادي ندهنه بالقليل من الزيت الباقي ديال العجينة كيما قلت لكم را كان نجمعه ما كان ضيعوش وكان نخدمه به تاني كان دهن بالزيت وكان نوضع اه العجينة في الكسكاس كيكون عندي هنا ماء غليان فوق النار تكون متوسطة او اقل قليل من المتوسط وكان نحط الكسكاس فوق البخار وهدلي دياله قطع وغادي نسد الكسكاس لمدة ديال تمانية ديال الدقائق تمانية ديال دقائق بالضبط بعد ما كتفوت تمانية ديال دقائق كان نزول الكسكاس من البخار وكان نزول العجينة ديالي كذلك كان نضعها فوق واحد القطعة من التوب في حالة ما يعني كانوا هدوك الجوانب عندكم مغلق يعني مسدودة مزيان ممكن تستعنو باسيكين تزولوا هدوك هدوك الجوانب عاد من بعد كتفتحوه صافي كان بدو كان نفتحو هدو القطع ديالنا هدو الوريقات وحده مرة وحده غير بالمهل حتى كان حصلوا لا الكمية كلها ولكن سهلوا الكمية كلها اللي عندنا كانتمنى ان هدو الفيديو هنا الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا يعني من هدو الوصفة هدي شكرا لكم لبنات وشكرا اعلى متابعتكم ترجمة نانسي قنقر